مجلس الشورى مضيحة أنه يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مجابهة الأثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين مؤكدة أن ذلك سيسهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من مفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 115 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو الأمر الذي يأتي متسقا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق شهدت الجلسة قرار قانون مهم ويعتبر جزء أساسي بل ربما حجر أساس ضمن حزمة مبادرات مالية واقتصادية هذه المبادرات ستسهم في دعم استقرار البحرين اقتصاديا وأيضا في الحفاظ على 100 ألف عام موظف بحريني يعمل في القطاع الخاص أيضا هذا القانون يؤكد على جدية السلطتين التنفيذية والتشريعية في ترسيخ مبدأ منح الأولوية للمواطن البحريني في العمل وأيضا في المكاسب اليوم وافق المجلس على مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم جيم على المادة ثلاثة المرسوم بقانون له تخصيص 215 ألف مليون إلى دعم القطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص من العمال حتى لا تتأثر معيشتهم وتأثر وضعهم بالأزمة هذه الطاحنة الهدف من مشروع القانون هو دعم وتعزيز أصحاب العمل لمواجهة الأزمة اللي سببها فيروس كورونا من خلال دفع رواتب العاملين في القطاع الخاص البحرينيين طبعا لمدة ثلاثة شهور ببريل ومايو ويونيو 2020 طبعا هاي راح يساهم في استقرار المستوى المعيشي للمواطنين ومستوى الاستقرار الاقتصادي في البلد ترجمة نانسي قنقر